أدان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة لحج جريمة اغتيال اللواء ثابت جواس وأكد إصلاح لحج في بيان أن الأياد الإرهابية الغادرة استهدفت وما تزال مناظلي وشرفاء وأحرار الوطن وأشهد الإصلاح بمناقب الشهيد جواس الذي عرفته جبال اليمن وهضابها وسهولها رجلا وطنيا شجاعا دافع عن وطنه وحارب الميليشيات الحوثية الطائفية وقضى على رأس أفعال أفعاهم المؤسس الأول لهذه الميليشيات المرتهنة لإيران والتي أدمت اليمن استهدفت دول الجوار بأسلحتها الإيرانية وأشهد الإصلاح إصلاح لحج إلى أن حادثة اغتيال اللواء جواس ضاعفت من آلام وجراحات الوطن ودعا الجهات المعنية التحرك السريع لمعرفة الجنات والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة فورا وعدم التهاون مطلقا مع دم الشهيد جواس ترجمة نانسي قنقر